السلام عليكم كديري اللبس عليكم مزيانين تمنى تكونوا كاملين باخر وبصحة جيدة اليوم سنتقسم معكم تسافير اللي سافرنا في هذا الصف ومن بين البلايس اللي مشينا لهم كابدولو او راسلما بمدينة نادور هنا هذا المرصى واحد المنظر الشاعري اعجبني وتقسمتوا معكم نتمنى ينال اعجب ديالكم هاد المنظر الخلاب وهاد طبيعة الساحرة كما كتشوفو مهايا هاد المنظر كين اللي غوشي يعني هاد الجرف وكين اللي ما تحتو واحد المنظر خلاب زوين بالساف كين ما كتشوفو مهايا هنيا الناس كبار وصغار ولدات متوسط عن العمر وصغار وكبار كلهم كيتواجدو في هاد المنطقة كين ناس اللي كي صيدو كين ناس اللي كي عومو كين ناس اللي غاي كيتفرجو كين اللي غوشي كي تفرجو في الأمواج كي يسبح كل واحد شنو كيدير هادو اللي قلسين على الضفة هادو لبعض منهم كي يصيد كل واحد فين كيلقى المتعد يالو لما كتشوفوا معايا منظر جميل بساف رائح هنا الضبابة لديك شي صورة جد شوية مضبة حيث لأنك الضباب بساف مش ميشة قليلة هادا هو المرصى او كابدولو بمدينة نادور هنا الشاطئ خليناها باقي واحد شوية كي ما كتشوفوا معايا شوية بعيد الشاطئ الناس كي يروموا ولكن هنا المرصى كي ما كتشوفوا معايا هادو هم الأجواء اللي محيطة بيها كينا واحد المقهى كافي ليبغى ياخد شي حاجة اشربها او غستوغاسيون مهم مندر شميل ومدينتنا النادور تسخر بمنادر طبيعية ساحرة المغرب المغرب كامل دينا زوين من طنجر القويرة ومن الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب بحر هادئ بحر هادئ بالفعل انه البحر الابيض المتوسط مناظر رائعة كيما كتشوفوا معايا هنا كيبلكم السمام العقيمة مع البحر منظر بالفعل يأخذ الإنسان إلى إلى منظر لم يألفه خاصة نحن الذين نسكن بمدن لا يتواجد بها بحر هذا المنظر الجميل جداً أردت أن أتقاسمه معكم إنه بالفعل جداً لا تملوا منه تتمنى لو تبقى تنظر إلى جماله وتتأمل في مكوناته الطبيعية الجدابة والمهمة في مدينة الناظر ناظر يتواجد في الدفة المقابلة أمامنا مرصة به سمك وبه باركينج للسيارات والشاحنات والحافلات إنه مكان بالفعل رائع غني بالمناظر الزاخرة ب كل مكونات الطبيع الهضاب البحر السماء كل شيء متواجد هنا بكابدولو أتمنى أن يروق هذا المنظر الجميل الذي تقاسمته معكم لأنه بالفعل أعجبني وراقني وأتمنى أن يعجبكم ويروق لكم كما ترون هذه هنا لغوشة هناك بالضفة الأخرى هناك هناك الناس كل كي هون كل كي يتقهوا كل واحد كي يصور كي يتفرج كي يصيد كل واحد وشنو كي يدير كل واحد كي يدير هوايات ديالو هنا هنا مقهى كي نجد المقاهي يتوجدوا بهم كل ما أردتم رسطور 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 وفي نفس الوقت إلا بغتوا تشربوا شي حاجة كل شي متواجد عندهم وبأسمينا مناسبة هنا الناس كما كتشوفوا معايا كل واحد كل واحد هنا نلعق إلى ديالي حتى هوا ما كيتشوغولوا في هذه المناظر الجميلة جداً هنا سياحة داخلية مهمة في هذه المنطقة مهمة بالساف يتوجدوا المغاربة من كل مكان ولا ننسى طبعا الجالية تتواجد كل من منطقة هنا كل شي فرحان لأنه يرتدي ويزور منطقة جيدة بجتساف بناسها بحرها سمكها كل ما فيها طيب هو جميل نبيل فرحان إنها مناطر خلابة هنا طريق اللي كتربط مدينة النظور السحلية ب مدينة السعيدية هادي هي الطريق السحلية ما كسبتش السعيدية على كابدولو ب كيلومترات بهيدا بل كيلومترات قليلة كسبت وكسبت بين كابدولو ومدينة السعيدية كما كتشوفوا معايا أراضي كلها سهول خسبة للزراعة أراضي أراضي شاسعة ومناظر بالفعل جميلة هذه هي طريق السحلية تقاسم تعمها نتمنى تنال إعجاب لكم نتمنى أعجبكم هذا الفيديو ونتمنى نتمنى أعجبكم هذا الاختلاف الذي قمت بها في القناة مرة مرة مقرم شيئ مختلفة على الطبخ شيئ نقوم بها ونتمنى لإعجاب لكم ونتمنى لا تكون مميلا هنا تتواجد مساكن على الطريق ومعامل وأماكن شاسعة ب مغربنا الهزيز في منطقة النظر و السيدية كما تشوفوا معي نشواره بها مساكن سيارات بها مساكن كما تشوفوا معايا هنا تأريق المصبقية وقاعدت ليكم تعريق نظر تأريق ب السيدية السعيدية طريق السحلية مسجد مساكن سيارات أشخاص طبعا كل شيء مدينة حية بالفعل إنها مدينة حية بمعنى الكلمة مدينة 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 اتكرار الزيارة بالفل مدينة تستحق الزيارة والذي صارها ميسخاش هي رجع لبلاد كل شيء يزيدها جمال هو عناقة ونظافة ورقي بالفعل إنها مدينة جميلة جدا تستحق الزيارة كما سبق وقلت أتمنى أن يروق لكم ما تقاسمته معكم من سفر الأخير وإلى فيديو مقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر